رحية برضو عايزة أسأل في السميمة المصرية حاليك دلوقتي يعني معانا بقالك كتير 30 سنة ليه يعني فكرة الرقص في الأفلام المصرية مش موجودة كلها يعني هذا سؤال عظيم تسأليني ليه ما حدا سألني ليه بس أنا صراحة حابب أنه وجه يعني عاقم على الموضوع كتير حابب أعمل فيلم عن الفيلم بس ما يكون استعراضي فيلم يكون له معنى الرقص وأنا عندي ثلاث كتابة ثلاث أفلام ورحت لعندي ثلاث مخدجين برضو منهم جابي خوري اللي هو مع جوسف شاهين منهم مع ناس تانين لأن الرقص بصي بالسينما المصرية كان كتير في رقص بس دول كانوا استعراضات وراء الممثل أو وراء المغنية أو من أيام فريد الأطراش لغاية مبعث إنما الفيلمين الوحيدين اللي أنا بعدهم للرقص هم إجازة نصف السنة وغرام في الكارنك لمحمود رضا والاتنين فرقة رضا ولفرقة رضا ليه؟ ليه نجحين رقصا لآن المخرج أو تسمه هو المصمم فأنا حلمي إنه أعمل ده وعندي مواضيع ثلاث مواضيع كتير مهمة بس عايزينهم يكونوا أكتر تجاريا وأنا ضد الموضوع أنا بدي أعمل حاجة فنيا يكون إلو علاقة بالرقص لصورة السينما المصرية وأنا بتمنى إنه حدا ياريت الحياة لأن هذه الأفلام بتبقى أفلام الحياة مبهجة كمان يعني أنا عندي حاجة فرعونية فيها رقص فرعونية بس بتتنقل من العصر الحديث للعصر الفرعوني بمع بعضتنا نيطان بموضوعها كتير حلوة تاني واحدة عرض اسميته تحت الكبري اللي هو بتحصل في أهوة تحت الكبري بيحصل فيها أحداث سياسية ورقص وغنى وسياسية عن عصرنا وعندي موضوع التالت والله يا عرض يعني جميل من حضرتك دلوقتي نرجو العاملين في مجال السينما أنهم يتنبهوا لهذا لأنه يعني مثل تلك الأفلام هي جميلة وبتعجب كل الناس أوي أوي ليه ما بنعمل يعني الاستعراض الفيلم عن الرقص ما تعمل بمصر بعد من أيام محمود رضا تعملت إشايا حلوة استعراضية ما بولا دير حلوين إنما الموضوع الرقص كمعنى مش موجود هل يعني قدمت حاجة عن فلسطين هذه الأيام عن فلسطين آخر عرضي لهو كلا تدبخر الأرض كان كلياته فيه عن فلسطين بالكامل تقريبا لا يعني نوعت شوي نوعت شوي بين عروضي اللي أنا أورادي عملت عن فلسطين أورادي عن 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 الوضع الحالي بغزة أيضا وعم بحضر يمكن لكم حاجة على الحقيقة هو سؤالي فعلا عن ما يدور الآن في غزة يعني أنا فكرت أنك يعني تقضي شيء لأن الحوائط آه يعني كي لتتبخر الأرض يعني مش بس هو يمثل قضية الفلسطينية المحكمة العليا بالنسبة لغزة أنا عم شوف هني عم بيتكلموا إزاي والدفاع الإسرائيلي اللي حصل اليوم والدفاع الفلسطيني اللي حصل مبارح إذا بتحطيهم مع بعض طلب جنوب أفريقيا هالتناقض نعم محكمة العدل الدولية مضبط محكمة العدل الدولية اللي هي مش المحكمة الجنائية دي حاجة تانية حنو يصلولا بتمنى أنو يصلولا بس هاني يكون إذا حطيت الاثنين مع بعض صاحب بتطالع حاجة اللي هو عدم المنطق بلغويا أو سياسيا في عدم منطق كتير مبهم بالقضية فعاني الموضوع إزاي تعملي قراءة الوضع الراهن اللي موجود في تناقض فظيع بين الاثنين في حق وفي ما حق بس وين بديك تروحي لحتى تظهري هالموضوع هو موضوع حزين جدا هل ممكن يبقى يعني موضوع حزين أساس لعمل فني يقبل عليه الناس طبعا كي لا تتبخر الأرض الناس اللي شفوه الجمهور اللي كان فيه جمهور كثير بالأوبرا كميليات بس الأية يعني كم الحزن اللي بنشوفه دلوقتي يعني لا أنا نهيته بفرح بس أنا نهيته بفرح بصرخة فرح وصرخة لأن ما فيش غير الصرخة الموجودة صرخة كان صرخة ألم أو صرخة فرح لأن بنفس الوقت لما بتشوفي النازحين يعني أنا بيبتدي العرض مع النازحين اللي هي أقسى حاجة ممكن تشوفيها من القصف هو النزوح النزوح طير صعب لشعب كامل أصعب من أنه تهدمي له بيته هو نزح لأنه تهدم الباب بس كي بدك تقدمي تقدمي صورة النزوح على موسيقى كلاسيكية هادية تجرح أكتر شيء حزين جدا صحيح مؤلم يعني أو تحطي بدل ما تحطي كوملة عم تنفجر لا حطي بيتهوفن السينفونية الخامسة مثلا وحطي النزوح هاني ساعتها بتروح على الصميم هيدا هو الدنس تياتم صحيح ترجمة نانسي قنقر